التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير خارجية نيجيريا يوسف ماياتاما توجار وذكرت الخارجية أن عبد العاطي تبادل الرؤام عن نظيره النيجيري بشأن تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية مشددا على أن مصر تظل دائما داعمة لاستقرار ورخاء الدول الإفريقية الشقيقة ولمصالحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية هذا وتناول لقاء أهم القضية الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا